ماتش اللي فات ضيعنا مكسب كبير الشوت الأول فترة اللي جاية مش محتاجة فترة اللي جاية عندك مؤجلات لازم تكسب مؤجلات فترة اللي جاية فترة مضغوطة جدا 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 احنا من يوم للتاني بنشوف حاجات يعني بتحصل لنا غريبة جدا بالتلاتة والأربع إصابات يعني تلاقي مثلا ماتش أسران كامبني الماتش اللي بعده ماتش الزمالك طبعا بسبب الدوليين وسبب الإصابات سبعة تمان لعيبة متغيرين طيب الماتش بتاع النهاردة ثلاثة أربع لعيبة وقعوا مننا من ماتش الزمالك زائد الجماعة اللي هما كانوا الماتش اللي فات مش موجودين يعني انت بتتكلم على كل ماتش عندك تغيرات أربع وخمس لعيبة على الأهل بتتكلم عن نص فرقة فالفترة اللي جاية يا جماعة فترة اللعيبة في الملعب شخصية لعيب النادي الأهلي روح الفنيلة الحامرة فأوقات كتير جدا فأوقات كتير جدا ما بنكونش احنا الأفضل فنية ولكن بننزل نموت نفسنا في الملعب بنكسب بطولات بالروح الفنيلة الحامرة بشخصية لعيب النادي الأهلي ده المطلوب من لعيبة النادي الأهلي الفترة اللي جاية ده المطلوب من لعيبة النادي الأهلي الفترة اللي جاية لأن النادي الأهلي بيلعب كلنا عارفين كلنا عارفين كلنا عارفين كلنا عارفين كلنا عارفين كلنا عارفين أن النادي الأهلي بيلعب على المكسب بس بيلعب على المكسب بس يعني أنت في النادي الأهلي الماتش اللي فات برغم أننا ما قد نرسل الشرط الثاني كويس لا الشرط الثاني كان نادي الزمالك هو اللي كويس ولكن إحنا زعلنين عشان إحنا تهزمنا اثنين اثنين بالنسبة لنا هزيمة 2-2 هزيمة لان انت ضيعت المكسب شروط الاولان اما المنافس فرحان عشان كسب 2-2 بالنسبة له مكسب بالنسبة له مكسب وده الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اندية تانية مع احترامي لجميع الاندية